اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في مصر وفي العالم طبعا لاي شيء يخص المرأة خليين لأول تلمع انا ذكرت دلوقتي موضوع انه احنا بنتابع الاحداث فخلييني اقول لالسيدة الاماراتية كل سنة وانت طيبين نهاردة عيد المرأة في دولة الامارات الشقيق فكل سنة وانت طيبة يا حبابتي وانا عارفة ان احنا عندنا هناك اللهم بارك يعني نسبة كويسة بتتفرج علينا فاحنا بنقول لك من خلال البرنامج هيو بس احنا بنحبك وبنموت فيك نرجع تاني لمصر هحاول اكون دقيقة جدا ومختصرة جدا في نقل الخبر اللي حصل انه من شهرين او تلاتة حصل كذا حدثة لها علاقة بالتحرش والاختصال وده طبعا ما بيحصلش في مصر بيحصل في كل دول العالم الجديد في اللي انا بقوله حاجتين الحاجة الاولينية هو ردود افعال السيد المحترم السيدة النية بالعام تحياتي لحضرتك ولك مننا كل الاحترام والتقدير والنقلة التانية اللي كانت نقلة نوعية هو الجيل اللي احنا فيه الضحايا او المجني عليهم طلعوا اقلوا مساء الخير على فكرة احنا تم اختصاب وكان عندهم الشجاعة الكافية ان هم يطلعوا يتكلم بدون الدخول دون الدخول في التفاصيل والاحداث ولكن اخر وقع كانت وقعة الفيرمونت او قضية الفيرمونت قضية الفيرمونت باختصار شديد لو انتم ما تعرفهاش حصلت في 2014 ليه بيقولوا فيرمونت قضية الفيرمونت لانها المفروض يقال والله اعلم ان الحادثة دي حصلت في فندق سهير اللي هو الفيرمونت 2014 يقال انهم عدد من الشباب يقال خمسة يقال سبعة ويقال تسعة تم التحرش واختصاب بعد تغدير الضحايا في نفس الوقت لا كل واحدة بقى قدت لها يوم عددهم كام؟ الله اعلم ايه اللي هيحصل الله اعلم ليه بقى بنتكلم عن الموضوع ده طالما الله اعلم لانه سيادة النائب العام قرر انه يفتح التحقيق في واقعة الفيرمونت او قضية الفيرمونت اللي حصلت من 2014 والحقيقة ان ده حدث من نوعه لانه كان ممكن نقول ده في حصل 2014 مفيش قدلة مفيش مش عارفة ايه انا ما كنتش موجود انا مش مسؤول وكذا لكن حقيقة سيادة النائب العام وده الخبر اللي نزل من يومين خبر بيقول نيابة العامة تأمر بضبط واحضار المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت عام 2014 ووضعوهم على قوائم المنع من الصفر او او ترقب الوصول لاستجوابهم فيما هو منسوب اليهم وذلك بعد ان اجرت النيابة العامة تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود وجاري استكمال التحقيقات نهارده الخبر نيابة العامة تأمر بحبس المتهم فلان الفلاني اربعة ايام على ذمة التحقيقات ده اول واحد تم القبض عليه بعد ان القت الشرطة القبض عليه امسح المحاولة الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين لان فيه متهمين منهم سفروا برا البلد وهكذا 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 وطبعا جميع الصحف تتحدث عن تلك الواقع الواقع دي جديدة جدا من نوحة 2014 اسماء المتهمين كبيرة وكان ممكن ما يحصلش حاجة خالص لكن الدولة المصرية لم تكترف لاسم حد ولم تبالي كل همها انها يتحقق العدل ايا كان وهو اي وانا محدش قال لي اطلعوا لكلمتين دول خالص ما يحدث من وراء الكاميرا وما يحدث من رد الدولة اللي باين ووضح ما يحدث او ما يفعله المجلس القومي للمرأة تطور الشباب وتطور الاجيال وجراء وشجاعة متناهية رغم انه في ناس ممكن تفكر ان دي فضيحة ودي بنتي وهيتقال علينا ايه وما حدش حد يتجاوزها وكذا كل التحية والتقدير للدولة اللي قررت انها لا تكترث الاسماء اللي قررت انها هتفتح ملفات من 2014 بتقول للبنت وبتقول للست اللي بيتم التحرش بيها او لقدر لا تم اختصابها في الحالتين روحي وقدمي وما الكيش دعوة مجلس وزراء غير قرارات ف24 ساعة لحماية هوية الضحية اسماء كبير من المحاميين قرر انهم يتطوعوا للدفاع عن المختصبات مجلس قومي المرأة عامل انا عارفة ما طبلش خالص بس انا عارفة عاملين شغل هايل مصر جابت 600 جون من وجهة نظري في الواقع دي تحديدا عشان تقول للناس ابعيدوا عن بنات الناس ابعيدوا عن أجسامهم ابعيدوا عن مدنهم الستة والبنت لها حرمة لو فكرت تمدي ايدك على جسمها ايا كان انت مين هتتحبس ربت بقى قاعد هتتحبس مصر بتقولك هتتحبس نقيب العام بيقولولك هتتحبس اعمل ايه احو مصر يا جبان ف شكرا جزيلا اها لا مش وقتك ما اخذش ما مرورش دلوقتي شكرا جزيلا لحال اها شكرا جزيلا للدولة اللي بتحمينا اه كل فرد كل شخص ساهم في ان القضية دي تتفتح من 2014 بعد 6 سنين الف شكرا مش هقول اي معلومات تانية مش هقول اي كلام تانية يكفي جدا قرار السيدة النائب العام ويكفي جدا اللي تم ذكره من السادة الصحفيين او ناقلة الخبر في جميع الوسائل نقلة لقبر سواء كانت التلفزيون او وسائل التواصل الاجتماعي حكتفي بالكلمة دولة الوقت علشان هو دا اللي هيتقل دولة مو شاهدتي هاي زيتا انا بطبعا بعتقد انتو كنتعايشين ساسبانس جدا وحاجات جدا بس اعتقد ان هو دا منتهى الساسبانس تلوقتي انه احنا تقدمنا ومشيين على خطة كويسة اوي لحمايتنا احنا كستاتو بناتا فقرة تقداري من الفقرات اللي تم تطويرها جدا بشكر كل البناتين بتوع الاعداد بتوعي الحلوين اللي بيقعدوا يفكروا الخطات وينفزوا بتاعهم مش عارف ايه بذكرهم بحبوكوا ببوسكوا دي تاني مرة هنقدم تقداري فيها بس تقداري منتطورة شوية خينا انه وحن نشوف تقداري ونرجع عليكم من هي وبس